الخبر واللي عادنا عن طارق الباشا والفيديوهات اللي نزلها طلعت مقلب بالمير شون اللي صاير طارق الباشا نزل ثلاث مقطع على القناة تقريبا أساس هو متفق ويا بي سهل إسماعيل وقادي نفضحون بي طبعا والله العظيمة مش تتعرف الموضوع وطراح المقطع اللي نزلها كل يضبطني بشكل مطبيعي لان صراحة طارق الباشا اعتبر بالنسبة لي اخوات مني اليوم ان نخصر بعض ولو نزل هذا المقطع على قناته وكشف بي ان كل موضوع حباره عن مقلب مو اكثر فروحوا شوفوا يا حبايب فجروا مقطع بالاشتراكات طرق الباشا هو يخسر بهذا المقلب يشتركين اتمنى ان رجع مية وثلاثي الف دماغ اكثر رطقوا رابط مقطع بالوصف وهم روحوا فجروا كومنتات جيش مملكة الخصص الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عادنا هو وسام تيكيت فهو سنزل على سبب الانستجرام شوية ستوريات وبهذه الصورة يتعلم اخل لانو رح ينزل مقطع باتشر رح يكون عبارة عن الفلوك رح ينزل لباتشر الساعة بالأربعة اوما اليوتيوبر الثاني اللي عاده فهو كشف حقيقة نورمار فنزل هذا المقطع لقناتي الثاني واللي هي عنوانها مملكة الفضايح وبهذا المقطع كشفت بحقيقة نورمار وحقائق انا رح تقوم رابط المقطع بالوصف في المقطع الناري رهيب وروح تشوفوا كتبنا بالوصف شو راكم اللي شفتوه الخبر الثالث اللي عادنا عن عبدالله ومن داخل المستشفى فعبدالله نزع يحسبه بالإنستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصورة من داخل المستشفى وكان كاتب عليها اهل الماكم عبدالله لابسوني هذه فوقراسيا عشان شعري من كوش طب الله شفي يا رب وان شاء الله يطلع من استشفى واسرع وقت ولا تسوني يا حبايب ان تدعو لعدي سورة لأطلع بخير بقرة بوقت وبخير وسلامة الخبر الرابع اللي عادنا عن تهجوم متابعين ناري مبيوت وغير مروان على نورستار في نورستار إزحاج بل إنستغرام هذا البوست وبهذه البوتشان بهذه الفيديو فالحول الكومنتات الجهتية عبارة عن هذه الدموح حقيقية ولمن هذا الكلام يتمسخرو عليه والفيديو دعوه عن ما كان بايغ والفيديو نوع عن ما كان بايغ فهو الكوتاج وطبع هذا الموضوع فلا دعوية صراحة للمنحبة بالكمنتات هل تستخدم تهجوم التي تعرضته او لا الخبر الخامس الذي عدنا على المتابعين وكشفهم حقيقة عفد حسن وزينب وقفوهم للإصابة بيدر من الكومنتات التي عدتهم أما للإصابة السبب فصلاح تلم يدري ولكن يمكن لهم قنوات عالية فهم مشاكل بينهم أما بالنسبة للإدليل لو نتقل العقل مع اخطاء نزلوا ونزلوا بها تعلقات و رح نكتب سمع أصابة بيدر بعدها و رحكي بتلاحظة ثابتها و لا امدفع تعليق وتللها الشخصها خوراية أما بالنسبة لهم غير الثابعة و مشوف هالي التالي تحط على الناس او لا معغلها السبب و نزلوا بها تعلقات و رح نعاك المتابع ثابتها و رح نشوف نتعليق مظهر و المتابع الضغط ثانياً ظاهر فكتبوا من حبابي الكومنتات و شاركوا من هذا الخبر حكي تفهموا من السابة بيدر من الكومنتات اللي عادهم و بس طول انها وصلت المقطع حبايب مقطع طارق الباشا ما تنسوا المقلب اللي سواه الصلاح المقلب كويس يضحك رح شوف ردة فعلي شو اللي صار عليه لعنى صديق شويتم صديق الموضوع و رح شوفوا المقطع حبايب و كتبوا لي طارق الباشا حلو على المقلب و بس مع السلامة